اليوم أكو أزمة اقتصادية لذلك هذه الأزمة الاقتصادية أريد أسأل ما هي طبيعتها واتجاهاتها التي يمر بها العالم والعراق وما مدى ممكن أن تتفاقم مستقبلا إحنا هسا خلينا فصل وضع العراق وضع العراق هسا الآن يعني اقتصاديا إحنا بجانبين الجانب الأول اللي كلنا عرفه أنا وأنت والناس كلها أنه الاقتصاد اقتصاد رائعي يعتمد على شي واحد ومرهون بالنفوط 97% من الموازنة يموّلها النفوط نصدر نفوط نجيب الفلوس نطيها رواتب ما عدنا كل شيء قتلنا الصناعة قتلنا الزراعة مقابل أنه نقوي الصناعة والزراعة للدول المجاورة وبالتالي حاربنا كل منتوجنا وقتلنا القواعد المادية للإقتصاد هذا الجانب الأول الجانب الثاني اللي هو الكارثة بنظري يعني أنا وجوزة بالغ بل كتواحد يصلح لي من المشاهدين أو جنابك بعد إنه حكومة تصريف أعمال وأبو ديوان الرقابة المالية مطلعي على التقاعد ولحد الآن موازنة ما مقرّة الفلوس وين دا تنصرف وشلون دا تنصرف بالعراق هذه قضية مهمة من يحاسب طيب أنتو الفرلمان طيب أنتو في السنين الآن وين الفلوس وشلون دا تنصرف الفلوس وشلون البلد دا يمشي وماكو موازنات مقرّة ما حدا يعرف لأنه بدلل أكو قضية أخرى وجنابك إعلامي لاحظت قبل يومين صارت بعض التجاذبات أنه هناك درجات خاصة كل واحد يقول أني معلي أني ما عينتها وهم تعينوا منه جابهم البرلمان يقول مؤاني وهو البرلمان معينهم الحكومة تقول مؤاني وهي الحكومة وخالتهم يداومون طيب هاي شنو فمثل ذلك قيس الآن إحنا على مشارف الشهر الرابع من سنة 2020 ومع ذلك لحد الآن ليست لدينا موازنة نصرف واحد على 12 طيب من الموازنة هاي قانون الإدارة المالية واحد على 12 فلوس تأخذها للضروريات تدفع إجور يومية تدفع رواتب لكن أكو عدنا قضية عدنا كورونا مشتاح البلد وأكو خليات أزمة زيني مين داي صرفولها تخصيصات وزارة الصحة من يين لا موقو سيس سهيل قال يا بترها هاي كلها كلاوات أي الحمد لله يعني الرجل صدق بالقول لكن خليني أتوقف عد قول إليش اليوم أنتي إنه البنك المركزي أنفق 250 مليون دولار للسيطرة على سواق العملات ومنع انهيار الدينار العراقي يعني تتبشرين بانهيار بالدينار العراقي نتيجة هاي الأزمة إذا ماكو مقابيلة دينار ينهار مثل الحصار مما كان مقابيلة أكو شي أو خزين ما العملة ينهار أنت شون البنك المركزي شون يصدر عملة يصدر عملة وذا يبيع نفوت وينطو من الدي اف آي فلوس النفوت مقابيل هذا الدولار ومقابيل اعتماداتنا الكبيرة ومشاركتنا بصندوق النقد الدولي نقول بيعني كردة الدولة العراقية يعني أنه أنت بالعراق وعندك ثروات وعندك كذا وربع قيمة هذا الشي تنطي نقد سائل تصدر عملة لكن لما يخلص خزينك شنو المقابل اللي عندك اللي يغطي العملة لتصدرها ما عندك شي ما عندك شي تذهب دحو المجهول نحو المجهول مثل الحصار قد يسقط الدينار البنك المركزي في حالة مثل حالات العراق الآن اللي هو مهدد يكون يعني أمام خيارين كل واحد أمر من الثاني يأما يسقط ويخلي الدينار ينهار ويأما شي يسوي يضخ دولار بالسوق حتى يحافظ على مستوى الاستقرار وليس قد ممكن أن يبقى يضخ هيا هنا أنا القضية هل سيخاطر يعني سيستنفذ الاحتياط كل للشارع أحسنت أستنفذ والولد أي دولار يجي بالشارع يصدره بره ثم لا يخفى عليك وآن وياك عراقيين وعايشين لما نصير حالة هلع عند المواطنين سمعون أخبار انهيار النفط راح يصير إقبال على الدولار لأن بعد ما يتقوم بالدينار العملة البديلة صير الدولار فشي صير يعلى سعره مقابل انهيار سعر الدينار وهنا هنا هذا الخطر الأكبر من أن يحدث تضخم نقدي يضرب الاقتصاد العراقي فوق ما هو مضرور